تشهد دورة هذا العام من جائزة دبي السنوية للقرآن الكريم في نسختها الخامسة والعشرين مشاركة واسعة من الدول والجاليات يمثلون أكثر من سبعين دولة من جميع أنحاء العالم هذا العام تتميز الدورة دورة خمسة وعشرين وسميناها دورة اليوبيل الفضي بحقيقة تميز المشاركين يعني إلى الآن سألنا أعضاء لجنة تحكيم قالوا المنافسة قوية جدا إلى الآن الدرجات متقاربة الحفظ قوي جدا الصوت والتجويد يعني لاحظنا أصوات جيدة وتلاوات جيدة طوال الأيام الستة وتتوالى الأجواء الإيمانية والروحانية للشهر الفضي ضمن ليالي جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم والتي تحتفل بيوبيلها الفضي بدورتها هذا العام فتصدح أصوات القراء الندية بما حفظه من كتاب الله العظيم طبعا جائزة دبي الدولية معروفة يعني بتنظيمها المميز وبتنظيمها المحكم وهي أيضا معروفة بالمنافسة الشديدة يعني كل المتسابقون ما شاء الله عليهم يأتون من جميع دول العالم كلهم يعني حفظهم متين وأحكامهم الضابطة وأيضا الأداء مما يزيد من حدة تنافس وتعتبر الجائزة محطة همى من محطات تكريم حفظة القرآن والعلماء والطلاب ومركزا لنشر كتاب الله إلى جميع أنحاء العالم بلا شك هذه الجائزة يعني جائزة عالمية تخدم كتاب الله ونحن اليوم في اليوم الفضيلة من شهر رمضان فيه وهذا اليوبيل وبناسبة اليوبيل الفضيل توجه بخالص الشكر والتقدير إلى مقام سيدي صاحب الشيخ محمد بن راشد الجائزة وعلى مدى 25 عاما استطاعت أن تتبوأ مكانة متقدمة بين المسابقات القرآنية على مستوى العالم وشهدت تطورا وتميزا لتشمل عدة نشاطات وفعاليات تقام على مدار العام زخم كبير في المشاركات العالمية تشهده جائزة دبي دولية للقرآن الكريم كل عام يتنافس المشاركون خلال لياليها على إظهار حفظهم لآيات كتاب الله بأحكامه وتلاوته عبدالله الزعبي قناة الغد دبي اشتركوا في القناة